السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننهي اليوم الشطر رقم 6 الشطر هذا اللي هو عنوان فريكشن طيب في قلال المحاضرة الرابعة هذي والأخيرة هنشوف فيها الواجس أول شي هنعرف في ايش الواجس الواجس هي مجموعة من الماشينس اللي يمكن نستعملها علشان نجعل الأسام اللي هي ثقيلة أو خفيفة يمكن تكون يعني في حالة اتزان مثلا علشان نثبت الجسم هذا لشان ما ينزلق يعني حنستعمل الجسم هذا يعني حننقل الجسم هذا هنا علشان يكون ثابت طبعا من خلال قوة الاحتكاك اللي حيجيبها الجسم هذا حنخلي الجسم نمنح الجسم هذا من أنه ينزلق طيب هذي هي يعني الدور الأساسي امتاعة الواجس طيب حنشوف الفري بودي دياجرام امتاعة البلوك هذا لو ناخد البلوك هذا اي طبعا القوة الموجودة اللي هي الويت الوزن طبعا هنا بما أنه فيه احتكاك في الناحية هذه وفيه احتكاك في الناحية هذه يعني علشان كده في الناحية هذه بيكون يعني عنا الاف تو والنورمل اللي هي قوة الاحتكاك والنورمل طبعا اللي هي السيبورت طبعا النورمل حتكون ميو اس في الان تو في الناحية هذه حيكون فيه احتكاك حيكون الاف وان اللي هو ميو اس في النورمل وان وهذه هي النورمل وان طيب الاتجاه ليش هنا الاتجاه متاع الاف وان نازل تحت لانه هذي بتخليه يطلع الفوق لكن الاحتكاك هيمنعه من يعني ان يطلع الفوق عشان كده دايما الاحتكاك بيكون عاد حكس الحركة اللي يمكن يسويها البلوك هذا نفس الشي طبعا البلوك هذا طبعا هيتحرك هو بما انه هذا هيتحرك بالاتجاه هذا طبعا الحركة بتاع الجسم هذا هتكون عكسه بما انه عكسه علشان كده القوة بتاعت الاحتكاك هتكون عكس الحركة اللي هي اتجاه القوة هذه طيب لو ناخذ مثلا هذا هو المحور X طبعا هذا المحور العمودي هو المحور Y طبعا لو ناخذ Sigma FX يساوي 0 علشان يكون الجسم في حالة اتزان بنلاحظ أنه Normal N1 عكس X بتكون Minus N1 والقوة الثانية اللي هي Friction F2 اللي هي مع نفس الاتجاه مع X بتكون Mu S N2 يعني هذه المعادلة رقم 1 المعادلة الرقم الثانية الثانية نقدر نجيبها من خلال Sigma FY تساوي 0 طيب بالنسبة لل Sigma FY تساوي 0 هناخذ المحور Y هو هذا طبعا لو W بتكون عكس Y بتكون Minus بالنسبة للقوة طبعا القوة الاحتكاك اللي هي F1 اللي هي Mu S في Normal 1 لكن عكس Y بتكون Minus يعني Minus Mu S في Normal ونضيف لها Normal N2 تصبح هذه المعادلة رقم الثنين طيب من خلال المعادلة رقم 1 معادلة الثنين في مجهولين اللي هم N1 وال N2 نقدر نجيب N1 وال N2 طيب حنشوف الحالة الثانية متاع الوجيش حنا قنشتغل الحين على البلوك هذا C الحين حنستغل على البلوك C طبعا القوة الموجودة اللي هي P هنا في احتكاك في الناحية هذه وفي احتكاك في الناحية هذه بما أن الحركة حتكون في الاتجاه هذا طبعا الفريكشن حتكون العكس نفس الشيء هذا في إنحناء طبعا النورمال حتكون كده والاحتكاك حيكون عادة عكس الحركة اللي هي F3 يعني هذي F2 وهذي F3 طيب علشان نجيب القانون متاع Sigma FX مثلا أول شيء حنحدد المحاور طبعا هذا هو المحور X وهذا هو المحور Y طيب علشان أننا نجيب القوة هذه هي وفي مشكلة في هذه طيب هذه حناخذها يعني بأكبر حناخذ نفس القوة اللي هي هذه F3 ونفس القوة هذه يعني هذا هو نفس المحور X والقوة هذه هي عندها إنحناء يعني اللي هي هذه N3 طيب هذا هو المحور Y طبعا الزاوية هذه اللي هي 6 درجات زي ماكب شايفين هنا والزاوية هذه هي نفسها 6 درجات طيب الحين هننزل كل القوة على المحور X لأننا نستعمل قانون Sigma FX أو القوة اللي هي P موجودة هنا اللي هي في نفس اللي تيجيها مع X بتكون Plus أوكي بالنسبة للقوة اللي هي عكس ال X اللي هي F2 علشان كده مينس F2 لكن F2 عارفينها تساوي لميو S في النورمال 2 علشان كده بتكون نادس ميو S في النورمال 2 يعني هذه هي بتمثل نفسها ال F ال F2 طيب نروح للقوة الثانية اللي هي طبعا اللي فيها القوة F3 بالنسبة لل F3 يعني لو نزلها على المحور X بتكون يعني مجاورة للقوة بتكون مجاورة للزاوية يعني بتكون F3 كوسين ستة درجات هنضربها هذه يعني في الميو S في النورمال ليش؟ لأنها ال F3 هي تساوي الميو S في النورمال N3 علشان كده بتكون N3 في الميو S اللي هي تمثل ال F3 ضربناها في الكوسين اللي هو ستة درجات مينس ليش؟ لأنها عكس المحور X طيب آخر شيء اللي هي القوة هذه اللي هي القوة هذه لما نزلها على المحور هذا بتكون هذه هي الزاوية ستة بتكون مقابلة يعني بتكون يعني في الاتجاه هذا بتكون نفس الشيء مينس هتكون N3 في الصين ستة درجات يساوي سفر نمر الحين للسيجما FY بالنسبة للسيجما FY كل القوة على المحور Y طبعا بالنسبة لل N2 بتكون مينس لأنها عكس المحور Y بالنسبة للقوة N3 يعني ستكون هذه مجاورة الزاوية لما نزلها ستكون يعني في الاتجاه هذا نفس الاتجاه ستكون يعني cos يعني ستكون N3 في cos ستة درجات اللي هي هذه موجودة بالنسبة للقوة هذه سننزلها على المحور هذا طبعا ستكون في الاتجاه هذا ستكون مينس ستكون مينس يعني N3 F3 في مائنس F III في الساين 6 درجات والF III طبعا هي تساوي ميو S في ال N III ميو S في ال N III هي بتمثل ال F III ضربها في الساين 6 درجات بتحصل على المعادلة يعني هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية في المعادلتين يعني عندنا مجهولين الي هما ال N2 و N3 نقدر نجيبهم من خلال حل المعادلتين طيب اليوم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في محاضرة قدمة والسلام عليكم